في سياق متصل أعلنت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارق الدولي عن إطلاق حملة لتطعيم كوادرها بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 تستهدف 450 موظفا وموظفا إلى جانب موظفي فرع الجمارك والعملين في الشركات التي تتخذ من المنطقة مقرا لها وذلك في إطار التعاون بين الهيئة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بمنطقة الشارقة الطبية وأكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن إطلاق الحملة يأتي تماشيا مع حملة التطعيم الوطنية باللقاح تحت شعار يدا بيد نتعافة التي أطلقتها دولة الإمارات من خلال توفير اللقاح مجانا للمواطنين والمقيمين ولفتا إلى حرص الهيئة على توفير السلامة لموظفيها وكافة العاملين تحت مظلتها وحمايتهم من المخاطر الصحية التي قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة